طيب نروح بقى طبعا للمباراة اللي كلنا مستنينها النهاردة طبعا مباراة منتخب مصر مع منتخب روسيا هتكون الساعة 7 ضمن منافسات كاس العالم لكرة اليد والمنتخب المصري تأهل للدور الرئيسي بعد ما جيه في المركز الثاني في مجموعته المجموعة السابعة برصيد 4 نقط بعد السويد طبعا المتصدر برئيس برصيد 6 نقط وروسيا حسمت صدار الترتيب مجموعتها برصيد 5 نقط قدام سلوفينيا ب4 نقط وبيلاروسيا ب3 نقط مباراة النهاردة مباراة مهمة هي في الدور الرئيسي طبعا ومفروض انه فيه فريقين بس من كل مجموعة في الدور الرئيسي هم اللي بيتأهلوا طبعا للدور البعد وشايف انه مباراة النهاردة صعبة ولكن منتخب المصري قده انت ايه يعني طبعا خد يبالك انت المواطش اللي فات اخسرتي بس خسرتي قدام السويد والسويد بطل عالم يعني برضه عشان نحط الامور في نصابها صحيح والحقيقة كمان ان الرجال اللي لعبوا مطش كويس جدا يعني انا اتفرجت على المطش لحظة بلحظة طبعا زي كل المصريين اللي تابعوا منتخبهم انت كنت متقدم تقريبا طول المطش يعني لغاية لما حصلت جابة كده حصل الفترة اللي يمكن كانت 8 دقايق قبل نهاية المباراة وتصدف انه تم طرد 2 لعيبة او ايقاف مش هقول طرد ايقاف لمدة دي 2 لعيبة في نفس الوقت تقريبا ده خلص السويد تقرب بشكل كبير جدا وتعود تأخرها عن منتخب مصر بهدف او باتنين لتقدم بهدف وده استمر يمكن للحظات الاخيرة لكن المستوى اللي انا بكلم بشكل عين بقى وبعيدا عن مطش السويد انا شايف ان المستوى اللي بيقدمه منتخب المصري قادر تماما على ان هو يكون بين الكبار وان شاء الله باذن الله ربنا يوفق رجالاتنا النهاردة قدام روسيا